أما الشفاعة عند الله جل وعلا فهي ثابتة في القرآن والسنة ذلك بأن يُكرِم الله بعض عباده في أن يدعو لأخيه بما يُخلِّصه من العقاب يوم القيامة تكريماً للشافع ورحمةً بالمشفوع فهذه هي الشفاعة عند الله أن يأذن الله جل وعلا لبعض أوليائه في أن يدعو الله في أن يسامح من استوجب العقوبة ويعفو عنه وهذه ثابتة في القرآن لكن بشرطين الشرط الأول أن تُطلب الشفاعة من الله تُطلب الشفاعة من الله بيأذن الله بها فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنه لا يشفع عند أحد عنده إلا بإذنه بخلاف المخلوقين فقد يشفع الشفاعة عندهم ولو لم يأذنوا بل ربما يكرهون ذلك أما الله جل وعلا فإنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذا الشرط الأول الشرط الثاني أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان لكن عنده ما يوجب عليه العذاب بكبيرة من كبائل الذنوب ارتكبها ولكنه من أهل الإيمان فهذا هو موضوع الشفاعة لأهل الإيمان من أصحاب الجرائم التي دون الشرك وأما المشرك فإن الله لا يرضى أن يشفع فيه ولا تقبل فيه شفاعة ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قال تعالى ولا يشفعون يعني الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتبى ارتبى الله قوله وعمل وهو المؤمن أما الكافر فإن الله لا يرتبه فلا تنفعه الشفاعة قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ما تنفعهم فإذا توفر الشرطان إذن الله للشافع أن يشفع ورضاه عن المشفوع فيه فالشفاعة حق وإذا اختل شرط فهي شفاعة مردودة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله هذا الشرط الأول إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذا الشرط الثاني هذه هي الشفاعة عند الله تجوز بشرطين تجوز بشرطين فإذا توفر الشرطان فالشفاعة صحيحة ومقبولة عند الله جل وعلا وإذا اختل شرط فهي مردودة ولا تقبل